السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلين يوم شاء الله داشترك معكم كيكا عملاقة كتجي همويا قدر نحضروها الضيوف دينا او المناسبة دينا لانها كتجي ارتي طبا وسهلة التحضير اتمنى ان شاء الله تجربوها كيف العادة وتتردو علي الخبار وتفضلو معايا باشتفو تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله غنحتاجو 180 جرام ديال الدقيق الابيض و 240 جرام ديال الزبدة 100 جرام ديال السكر الاسمر 360 جرام ديال شوكولا وغنحتاجو هنا الحامض او البرتقال اللي غدا نفعلو به البيكاربونات دوسوديوم وغنحتاجو ستاق ديال الحبات ديال البيض بالنسبة للطقيق استعملت هاد النوعية هادي بالنسبة الاخوات اللي كي سولوني دائما اول حاجة غنقومو بها هي غندوبو هاد الزبدة هادي يعني الزبدة حيوانية ندوبوها على نار هادئة وغد نضيفو لها هنا الشوكولا وما غداش نرجعوها على البوتا غنوضعوها اقي على جنب باش نبقاو محافظين على المداق ديال الشوكولا هنا غدا ناخد آآ البيكاربونات دوسوديوم آآ غدا ناخد ملعقتين صغيرتين يكونوا ممسوحين يعني ما يكونوش عامرين آآ لانا مخصناش نكتروا بزاف البيكاربونات دوسوديوم باش الكيك ديالنا ميجيش مر انا وضعتو في هاد البول هادا انا غدا نوريكم كيفاش خاص يعني المعلقة اتكو بحال هكدا هاد الكيك هادا تقدروا تقسموه على زوج يلا قسمتو على زوج كل ثلاثة الحبات ديال البيت غد يضيفو لهم هاد القياس هادا طافي كيف ما كتشوفو معي كيفاش كتتفاعل يعني غي عصير الحامض كيفا كتتفاعل معاه ممكن تستعملو الخل ولكن الخل ستعملو غي مع القاوحدة يعني ملعقة كبيرة آآ فقط ما تزيدوش بزاف لتنسيم هاد الكيك هادا ممكن تستعملو قشور البرتقال كتجي فيه الديده بزاف او لفاني او ممكن تستعملو كذلك الزنجبيل يعني لكان مع السلم قطع قطع صغيرة ممكن تستعملو حتى الطريق يعني على حسب الضوق ديالكو آآ ممكن يعني لأ يعني كل واحد و الضوق دياله ممكن كذلك نستعملو آآ القهوة يعني الماضق ديال القهوة النكهة ديال القهوة صافي من بعد ما خلطنا مزيان البيض والسكر باش يدوب لنا شوية هاداك السكر غدا مدا نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق همدا نضيفه بشوية بشوية يعني شيئا فشيئا حتى تخلط لنا المكونات كاملة آآ بالنسبة للسكر الاسمر السكر الاسمر خسكم تردو البال من يتقرعو للمقادير آآ الانجرادين خسكم تشوفو لانه آآ احيانا كيكون غير السكر كاراميليزي يعني ما كيكونش السكر الكامل يعني تأكدو من النوعية اللي كتاخدو كيكون شوية غالية ولكن مهم ما تستعملوش هال كمية كبيرة و احسن يعني احسن سكر اللي كيجيب صراحة ديت بزاف الحلويات هو سكر جوز الهين ولكن للأسف كيكون شوية غالي يعني التمن دياله مرتافع شوية ممكن تعاوضوه بدبس التمر او آآ التمر ولهدك التمر القاصح اللي كيكون مطحون حتى هدك ممكن تحلو به بالنسبة للشوكولات ديالي آآ نحاولو نستعملو وما نستعملوش يكون سخون استعملو حتى يدفوق يعني حتى يبرد واحد شوية باش ما يفسدش لنا الكيك ديالنا وكن بدهو نحركو غيب سباتول باش من كنزيدو دقيق مخصناش نكتروه تحرك بساف صافي احتغي آآ تخلطو لنا المكونات كاملين فاد الاثناء هادي كنكون وسخنا الفرن الدرجة ديال الحرارة ديالو تكون مية وثمانين يعني كندخلو هاد الكيك هادي الفرن يكون ساخن ومن بعد غدا ندهنو المول ديالنا با قليل من الزبدة وغدا رشوه بالكاكاوو باش غنحافظو على اللون ديال هاد الكيك هادي آآ لان الكيك مني كتكون آآ يعني فيها الشوكولاة بزاف آآ كنرشو بدقيق كيبقى يبانو لاتخاص ديالدقيق مع ديالك انتو غتعمرو لان هاد الكيك هادي آآ ممكن تعمروها بليك خام ممكن يعني ممكن تحضرو بها بزاف ديال الاشياء لانها كتجارطي طبع بزاف يعني كتجيب حل جينواز وبالنسبة البيكاربونات دوسوديوم هي كتطلع الكيكة الى خلطوها مع مادة حامضة يعني احتب الكيك بالبن حتى هو كي يجي يعني لك انتو غا تستعملوا البن بلاش ما تستعملوا الحامض كتخلطوا البيكاربونات دوسوديوم مع البن غالبا الكيكة كتجي طالعا ما شاء الله فهذا بغا نصبو الخالطة ديالنا في الكيكة في المول ديال الكيك يعني استعملوه ممكن استعملوه مستطيل استعملوه مهم المول اللي كان عندكم غيكون شوية كبير ما يكونش صغير لان هاد الكيكة هديكة تجي كبيرة قضلوا تقسموا المقادر على زوج يلاجاتكم كتيرة نحاولو نقدو واحد شوية هاد الكيك باش يعني استطحة ديال الكيكة يجي مستاوي لانا غا نقلبها من بعد ولجب الله يعني تحلت لكم حتى من الفوق ماشي مشكل كتقطعو ذاك الفوق ديالها ولا كتحطوها هكذاك صعفي ها هو الكيك ديالنا طابو جد ما شاء الله شفتوا اللون دياله كيفاش كي يجي لانا بيكاربونات دوسوديوم كي يعني اللون كي يجي غامق ما شاء الله بالبيكاربونات دوسوديوم بالنسبة للغاناش انا غا نستعمل غي البرتقال هنا عندي تقريبا كاس صغير ديال البرتقال غدا نسخنه وغدا نزيد عليه الشوكولا ونقع نخلط مزيان حتى يدوب هادك الشوكولا صافي وغدا نسقي بيانا غيز يعني التزيين غي عادي يعني دخيض غي زيين تا ما خليتش لقاناش تبرد هكذاك سخونة وهنا خديتها رقائق اللوز اللي كانت عندي يعني ما كاش عندي حتى ذا الزاف يعني ما عمرتاش مزيان غالبا كان نحاول نعمرها مزيان كي يجي لمنظر ديالها احسن صافي وانتم ازينوها كيف ما بغيتو يعني ممكن زينوها بزاف ديال الحويج ممكن زينوها حتى بالكريم كذلك ممكن زينوها حتى بالكريم ديالجوز الهند صافي انا قطعت لكم دبا هنا طريف بتشوفوه شفتو غيط طريقة ديال تقطع مني كان قطع يعني الموس كيمشي بسهولة لانها كتجي رطي طبه بزاف كتجي خفيفة اخف اخف من الريشة هاد الكيك هادا كنشكره بزاف لانه كيعجبني ودكشي بش اللاقاناش مستعملش فيها مشتقات الحليب لان انا ما كناكوش مشتقات الحليب يعني استعملت بيض بيو استعملت صغي البرتقال في بلاست الكريمة ديال يعني الكريم عاد عادة ممكن تاخدو باش تحضروا لك اللاقاناش كتاخدو شوية ديال الكريم وكتاخدو شوكولة وكتزيدوا واحد شوية ديال الزبدة باش كيزيدكم ديال اللمعة وصافي وصلنا نهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله تتربو يعني كيف العادة وطرتو علي الخبار وبالنسبة في اخير هاد الفيديو ان شاء الله سنخلي لكم بعض الصور على الفيديوهات السابقة بالنسبة الاخوات اللي باقي ما شافوهمش نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمشاهدة هاد الفيديو وإلى حلقة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة